تساقط الشعر بيبتدي في الاول يبقى تساقط غزير بنبتدي ان احنا نفقد كمية كبيرة من فروة الشعر يبتدي يظهر عندنا الفراغات الفراغات بتواجه بنات وولاد وشباب رجالة وستات كلنا بنعالي من التساقط فبالتالي الفراغات ما بتعرفش الفرق ما بين الراجل والست فتلاقي واحدة بنت بنوتة عندها 18 سنة دكتورا عندي فراغات في اول الشعر كبيرة جدا عندي تساقط غزير جدا طب هنعالج الحاجات دي ازاي؟ طريقتين دايما بقول ان دايما علاج الشعر بيبتدي بالتغذية بفروة الشعر يعني ايه فروة الشعر؟ يعني المالتي فيتامينز الفيتامينيات والمعادن اللي بتبقى موجودة في الدم وبتبتدي تتوجه ليه جميع مناطق الجسم واهمهم فروة الشعر طب انا اعمل ايه يا دكتورا؟ اكل ايه مناسب ليه التغذية السليمة للشعر لازم تاكلوا فيتامينز كويس جدا فيها فيتامينز سي وإيه وإيه لازم كمان نهتم بيه الأغذية والخضروات والفكهة المحتوية على الحديد وإيه كمان يا دكتور؟ والزنك والألمونيوم والكبر كل المعادن وكل الفيتامينز مهمة للشعر هل كمان فيه فيتامينز تانية؟ فيه فيتامين بي 12 وبي 3 وبي 6 يعني بي كومبليكس كلها مهمة للشعر وفيه بقى تريند ظهر فاينالي كده بنات كتير بقت مهتمة به وهو البيوتين ايه دكتورا صار البيوتين ده؟ البيوتين هو الهام لبناء الشعر لتكوين الشعر وطوله كسفة الشعر اللي كل البنات بتحلم به دكتور أنا شعري نحيف دكتور أنا شعري للأسف بيتسقط بس أنا حاسة إنه هو مش طويل طب أطوي الشعري وكستفوز زي بالبيتامينات بالبيوتين عشان كده النهاردة قلنا أول حاجة نبتدي بيها لعلاج مشاكل الشعر المالتي فيتامين جايبا لكم النهاردة اختراع ايه هو الاختراع؟ كل البنات بتواجد تقول أنا بطني بتوجعني يا دكتور من الفيتامينز أنا دكتور أنا عندي قرحة في المادة فعندي مشاكل كتير في البالع بنت تقولي أنا بنسى يا دكتور أخد الحباية طعمها بيمرر أصلا أنا ما بفطرش طب هل ينفع أخدها على أقدار المادة؟ النهاردة معانا جروهير جروهير هو منتج لعلاج تسقط الشعر وكمان بيدي كسافة وطول في المادة الفعالة اللي كلنا بنحلم بها هو البيوتين وتركزها 10,000 مايكرو جرام لازم تتأكد ان اي منتج انت بتاخده لازم يكون فيه المالتي فيتامين فيه بي 12 بي 6 بي 3 نايسين فيه فيتامين A وC وE اللي هي المضادة للأكسادة فيه كمان مادة الفعالة البيوتين البيوتين هو اللي بيدي للشعر كسافة هو اللي بيخش في تصنيع وإعادة تكوين كولوجين وكرة الشعر فبالتالي الشعرية هتطلع سميكة صلبة قوية فكل الفيتامينز دي او المعادة اللي أنا قلت موجودة فيه grow hair لازم تكون مهمة جدا موجودة معاك فيه المنتج اللي انت بتاخده طب يا دكتور هوا مالتي فيتامينز او مالتي فيتامينز طب يا دكتور ده بيتاخد ازاي بيتاخد أورال اه احنا بناخده أورال فيه البيوتين فيه كل الفيتامينز دي وكمان كاندي يعني ايه كاندي يا دكتور يعني جمز يعني ايه يا دكتور بردو يعني مش بيتبلع بيتمص زي البنبوني طعمه حلو جدا ومسكر فانت مش هتحسه بأي مشاكل فانتو بتاخدوها في المعادة متحسوش بأي مشاكل في الجهاز الهضمي ما بتحسوش بأي مشاكل في الجهاز الهضمي كله او المعادة او تحسو ان انتو مسا عايزين اللي هو الناس اللي بتتميل وبيشجعك تاخذ الجرعة المزبوطة للمنتج يعني ايه يا دكتور يعني هيخليك ما تنسيش ان اكتخذ من اثنين لثلاث حبات اللي هما الجمز او الكاندي اللي بتقال عليه الحلوة المسكرة في اليوم طب دكتور ده هيبين تأثيره من قد ده من اول شهر بس خلينا نتفق ان دايما علاج الشعر عامل زي النبات النبات بتجيبي نبطة صغيرة بتفضلي ترعيها بتحطيها تحت وشوريط معينة مهمة جدا لبناء شعر كويس النبات يطلح كويس بتحطيه الميا الكافية التربة المليانة نيوترينس المليانة مواد قوية لانماء الفكهة والخضر اللي موجود في النبات ده بتفضلي ترعيه فترة طويلة لغات ما تطلع شجرة سميكة قوية سبتة في الارض هو ده تمام علاج الشعر